بمناسبة بقى كوفيد 19 وكلامنا عنه طلعت تقليعة كده ريجيم باسم كوفيد 19 يعني دي إحدى الدراسات خلينا أقولك في إحدى المجلات الأمريكية تايمز نيوز ناو بتقول إن عملوا ريجيم اسمه كوفيد 19 وفكرة الريجيم معتمدة على أكل فيه كل المعادن والفيتامينات المطلوبة يعني عملوها ترند بسبب بس الإسم فهنا هرجع وأقول برضو طب ما هو أنا هم عارفوا يسوقوا لحاجة ترغبك أنا ميجي أقولك أنا هعملك ريجيم كوفيد 19 هيخليني أنا طب ماشي هجرب أعمله فكرة إن أنا جدد لنفسي برضو الأفكار وجدد لنفسي الأكلات وغير في الطريقة واتبع أنظمة مختلفة هل ده صحي فعلا؟ آه بس عايز أقول إنه لازم لما نعمل ريجيم يكون صحي بمعنى إيه صحي إنه أولا ما يبقاش سريع أوي في الخصصان وكذلك ما يبقاش بطيء أوي لأنه لو بطيء أوي حنزق بسرعة ومنكمالش آه مش سريع أوي لأنه الرجيم السريع بيعمل حصوات في المرارة وبيضر الشبكية بتاع العين وكده فلازم أولا معدلات الخصصان ما تتعداش أرقام معينة اللي هي بتبقى تقريبا من نص كيلو لكيلو في الأسبوع بعض الرجالة يقدروا يخسوا كيلو ونص في الأسبوع الحاجة الثانية إنه أنا أقدر أعملك ريجيم بالشوكولاتة يعني الريجيم عبر عن إيه أنت يا إيمان جسمك محتاج 1800 سعر في اليوم أديك 1200 سعر الشوكولاتة في اليوم هتخسي لكن هتبقى صحتك مش كويسة كوليسترولك مش كويس شعرك هيتأثر كده يعني إذن لازم يكون الأكل مكوناته صحية إيه الأكل الصحي اللي عايزين نعتمد عليه أولا الفواكه والخضروات المية عجبني قوي اللي قال الحديث بتاع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إنه فعلا لو كاننا التلت والتلت والتلت يعني ما ملناش بطنينة قوي وشربنا مية كتير كل دي حاجات وصيبنا تلت الهواء مفضلش أكل غاية لما مقولها مش لقي النفس صحيح والمية إحنا بنعلم الناس يشربوا مية كتير على الأكل كانوا زمان يقولوننا ده المية كتير تعمل كرش المية كتير بتقلل الكرش بس أكل مثلا معلقة ووراها بقق مية ومعلقة إيه ده فعلا؟ ده ما يعملش بطن خالص خالص ده بيقلل احتمال إن يجيلي كرش في المتساب اللي هو إن أنا ما أكلش كتير وأشرب كتير مع الأكل خصوصا لو المية ساعة شمالي معدتي لأخيرة عشان صحتي إن جنرال تبقى كويسة سمعنا أيضا عن رجيم البحر المتوسط دايما بيقولون سكان البحر المتوسط اللي بيأكلوا أكل معتمد على أكلات البحر المتوسط الشهيرة دول أكتر ناس بتقدر تخسوا بيقدروا يبقوا صحيين أكتر رأيك إيه في الكثير وأكل البحر المتوسط عبارة عن أسماك من اللي فيها الأوميجا 3 واللي فيها الزيوت المفيدة جدا وعبارة عن خضروات وفواكه كتير ومعها الرز النشويات كل دي حاجات كويسة قوي عايز أقول إن الرجيم اللي بيتكون من ده بيبقى كويسة قوي للصحة بس لو كان منه كتير حنطخن ولو كان منه قليل حنخس ولو كان منه ميديم حنسبت إذن مش هكاية الأكل حكاية إنه لازم برضو أصبط الصعرات لكن نوعية الأكل بتاع البحر المتوسط كويسة قوي للقلب وللصحة عمتا يعني عجبني جدا من كلام حضرتك الجزئية بتاعة الكيميات والسعرات لأن فيه ناس تقولك إيه بيقولوا إن مش عارفة إيه ريجيم عيش السن مثلا ريجيم فاتا كلها خمس ترغيفة على الفطار خمس ترغيفة على العشر تقولك ما بخزش معيني باكل أكل ريجيم صح وكتير قوي ده بنسمعه غلط خالص يقولك إيه والله يا دكتور مكالك إلا كلها زبادي لايت أيها زبادي لايت ده كام واحدة كلها مكارونا من الليبوني أيها قد إيه فإحنا لازم نراعي الحكتين إنها تبقى حاجة صحية وإنه الأكل يبقى مجتمل على كل العناصر الغذائية وفي نفس الوقت يبقى صعراته تسمح بإني أخس اللي عايز أقوله كمان إن فيه بعض الأكلات بتفتح نفس الأكل بعض الأكلات بتقلل الشهية يعني مثلا الأكلات اللي بتقلل الشهية إيه البروتينات البيض اللحمة تقلل الشهية تقلل الشهية يعني ما باكل هذه البروتينات يعني عايزك تجرب يا إيمان بكرة فطاري بيض وفول من غير عيش الناس تقولك إيه يا دكتور مش هادر أكل كتير يعني فعلا الواحد هيحس إنه يعني عايز عيش عيش ومخلل عشان يبقى لذيذ كده معا لا واحد مش هتقدري تأكل كتير لإنك حاسة إن الأكلة مش كاملة نعم وعيدة مخلل جمع وكل يمخلل موافق وبعدين مش هتجوعي الناس تقولك إيه يا دكتور أنا مش بفتر عشان لما بفتر بجوع أيوة دي بفتر المقولات لإن العيش النشويات بتخلينا بعد شوية جوع بعد بتيتخلص من المعدة فهنا لو أنا اعتمدت أكتر على البروتينات الشهية هتبقى أقل نجرب كده نفتر مرة بيض وفول طبعا مش كل الناس يناسبهم ده يعني لو واحد مريض سكر وفطر كده حيجي له كومة أنا بقولش الناس كلها تفتر كده أنا بقول إنه النشويات بتفتح نفس الأكل البروتينات بتقلل الشهية شكرا للمشاهدة